اشتركوا في القناة معانا تب عمم كل الناس اي دول دار يعرف انصار السنة يخوش لي في اي مسجد سلفي يوم الجمعة اللي علينا دي يشوف امام المسجد ده بيقول شنو بيقول الكلام اللي قاله شيخو بكر ده وانصار السنة زوابانه في المجتمع الصوفي نحن جماعة ميدانة دعوة حقتنا الصوفية ديل اللي يلا بيساننا منهم عشان نطلعهم من دعوة التوحيد الليلة ما في زول في السودان ما بيعرف دعوة التوحيد الا القليل منهم الا الجهل الشديد لو طلعت في الشارع على عام اطلع بالظلط بتلقى ليك البنات المنعقبات اي قادا يساون البنات الغير منعقبات المنعقبة دي هتكون شنو امش في الشارع شوف الشواب الملتحين ده كل جماعة مين сделать embrace بعضان يا جماعة ما تمثلوا الشخصيات المعينة لو شيخو ميت ما خلى الدعوة خلى انصار السنة لو ود البلة خلى انصار السنة لو ود البلة في موضوع معين ما قدير افتع لو دات ما معرض انصار السنة يا جماعة الكلمة بيسم أنصار السنة عامة إحنا كلنا أنصار السنة بعدين ما دي الخلاسة وأي زورة ليلة الناس قاعدة ودى البلدة ودى الشيخ عبدالله إسماعيل من بدايته لدخول طيبة نوهو طوال ناس المركز العام حتى أخلوه من المركز العام بعدين الكلام دي يا جماعة تعميم أنصار السنة دي سمعة اللي جميعا الدعوة في السودان ودعوة في السودان حكاً أنصار السنة دعوة عالمية ناس ابن باز اللي بنشتدل بهم ديروا ناس شيخ عيسيمين بيعرفوا مشايخهم والكبار كلهم قاعدين ما دي المشايخنا فلان وفلان يعني النفرين والتلاذيل نحنا دي معنصار السنة دي ما بنستوحن في أي حاجة ونصار السنة نحنا ندعي دعوة التوحيد الكلام أنا خطيب مسجد الكلام اللي بيقولي شيخو بكر ده كله قاعد أقوله وببين للناس تمام البيان وبنزع لما زول ما يبين الكلام ده نحنا شيخنا شيخ أبزيد يصدع بالدعوة دي خمسين سنة الليلة كلها نحنا كلها من ثمراته رضينا ولا بينا نحنا عرفنا الدعوة دي منه بعضين هماء التعميمة صار السنة نتكلم في شيخ معي نتكلم في ده قد توحالك براء بطريقتك معه لكن ما في زول عميمة صار السنة كلهم والزوابان في نحنا الصوفية دي المجتمع حقنا أدائنا نشتغل فيهم ودائنا ربيهم ودائنا نطلعهم من دعوة من الشرك ده من الضلال ده ندائنا نطلعهم منه لو ما خشينا فيهم وداخلنا فيهم وعملنا لكن هماء دي عندهم حاجات سياسية عندهم داك عندهم داك ديل ما صار السنة صار السنة دعوة يا توحيد الله عز وجل ونطلع الناس من الحتة دي ونحنا كلنا نصار السنة بس تعاملنا نصار السنة دي كل كذي في نفخصنا في حاجة ما حاسة يقول لك كلام نعم 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 لحظة 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 حس دكتور وابك اسمع اسمع يا شباب الشيخ وابك يقول لك ديل سرورية وديل ما عارف ما تقف معهم وديل ما سوا معهم بقدر يطلعوا عن بره دائرة الإسلام في كلام اللي بنفهمون نحنا الزور العام يفهموا ديل بره الدين يا جمع ناس زي ناس مسلمين وناس بتوعون الله عز وجل عندهم بعض الحاجات ما في زول من أهل اللي بطلعوا عن بره دائرة الإسلام أصلا الناس اللي بيقولوا فيهم ديل ناس عبد الحيوسفو ناس ديل وناس سيد غضب اللي بتكلم فيهم ديل نحنا من العرفنا السلفية دي أو أي زول الشيخ من الشيخ السلفية لما يتكلم في الموضوع ده بوري سيدغضب عنده Kita كيت 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 سيدغضب لك وكلنا عرفنا الكلام ده من مشايخنا اصلا ما قارنا أيضا فتحنا وكتبهم ولا لا قلنا لكن عرفنا عندهم علهم كذا وعال يوم كذا الإخوان المسلمين علهم كذا لكن إمامنا نطلعوا عن بره دائرة الإسلام ما في يمكن قاتل hört بكل ما أخواننا يعني بره الدائرة في دائرة الإسلام الكبيرة يا جماعة ي espí aprendوا 2 مستور الخلاقون يصروا وكفروا 3 مقيوم ونحن يا جماعة عندما نكفر زول بنكفر زول الدراية والعلم ما العوامل؟ العوامل دين احنا ما داينا طلعهم من الفهم ده الناس العوامل الصغار دين هاتس يديني برا الشارح هنا زول ساي ما قاري أمي لقى مقام قام في الغريب هنا لقى الناس جنبه كلهم تجانية بتقدر تكفره وتكفروا بتكفر زول العالم بتكفر زول الأوامله الحجة بتكفر زول عنده شروط وعنده مواري لكن عوامل دين احنا ما حقينها نحن الدائرين نشتغل فيهم. الموضوع يا جماعة شو تنصار السنة كلهم ما حلو. ما لزي نصار السنة دي الناس قدموا لي الدعوة دي وصورة دعوة دي. والكلام ده ما حاي سوي فيهم اي حاجة. اصلا. واي يزول يا جماعة سلفي حبوا في الله عز وجل. عنده وقت صويري. لكن ما الناس يكبروا لما زور يسيب تنصار السنة والله دعيب. طيب. طيب الجواب على كلام اخونا في نقاط حق نوافق عليها. لا شك. انه الحق الانسان يقرع له. اولا كونه هو يدعو للتوحيد. ده كلام اللي ذكره وين كان. شكله اخواننا دين عندهم رأي. في المعلومات اللي قالت دي. لكن انا ادعامل بالظاهر. انا ادعامل بالظاهر خلاص. فهو بيقول ان احنا بندعو للتوحيد. وبنبين وبنوضح. والكلام قال اللي جاين نقوله هنا ده. كله احنا جاين نقوله في المنابر برا. ودعوتنا للتوحيد. يعني بالصوفية ديل. يا هم حل دعوتنا. ونحن دان ننقذهم. الكلام ده صحيح ما فيش. كلام طيب. ويا ريد الناس يكون عندها المفهوم ده راسخ. ويا ريد يكون بالجد ان صارصون ان انت بتكلم عنهم بالطريقة دي. وان كان نحن نعرف ما لا تعرف. وانت غد تكون شفت لك مناظر معينة او مواطن معينة بنيد عليها كلامك ده. المهم عموما فيما يخصك انت. فيما يخصك انت. لو كان الكلام ده حق فده كلام طيب. ما في مشكلة. ثانيا تقول محمد الامين اسماعيل ود البلة ومنو واللي تكلمنا عنهم ديل. ديل ما انصار السنة. انا بتكلم عن انصار السنة باحتباره مؤسسة. المؤسسة دي عندها قادة. معينين. وعندها تنظيم بيديره. الان انت يا اخونا لو انا مشاهد قلتها. اخونا ده اسم منه? احمد. انا لو قلت احمد. انا لو قلت احمد. قال. محمد الامين اسماعيل ما انصار سنة. الكلام ده اللي بيقبله منه. كدس لو قلت له انصار السنة. قلت له محمد. في الدرو شاب. اخر محطة. معلش معلش اخونا. معلش. انا ما جاي دالة اوريك مفهوم. لما انا اتكلم عن انصار السنة. انا بتكلم عن مؤسسة. عندها قادة بقودنا بقودوها. والقادة دي الهما اللي بيمثلوها. هما اللي بيمثلوها. يعني في النهاية الافراد اللي هنا وهناك. لا كلاميان عنهم. ولا هما بيمثلو دعوة انصار السنة. يعني مهما فعل الاتباع. ما بيمثلو قيادة انصار السنة. انما الحكم بيكون على القيادة والكلام عن القيادة بتاعتهم. فالتنظيم بتاعهم. وقيادتهم. وادارة الدعوة هي بالشكل الوصفنا والسه. تعاون مع السرورية. تعاون مع اهل البدع. ضياع للتوحيد. ضياع للعقيدة. يكرموا شيخ الصوفية. كدس خليني من ده كله. زول بيجيب لي الشيخ بتاع الصوفية. ويكرموا امام الملأ. والجرائد تكتب. وكالات الانباء تكتب. يكرمون شيخ الطريقة السمانية. وشيخ الطريقة السمانية ذات يقول تكريمي. عند انصار السنة كان حاجة جميلة قال. حاجة جميلة. مش كده بس. في الجامعة السودان وزعوا مطوية. عنوانة رسالة الى مشايخنا الصوفية الافاضل. دي وزعوها الشباب بتاعنا الاصلاح اللي بتتكلم عنه من تاسا ديل. اللي قلت ديل ناس الدعوة. وذيل الدارين يغيزوا الصوفية. قالوا في المطوية دي جوة. ودي كان حصلت حصل فيها صراع بيني وبينهم وتكلمتها في المطوية دي الحد ما يسطى المحكمة. ودي اعترفوا بها امام القاضي. قالوا المطوية دي احنا وزعناه. والمطوية فيها كذا وفيها كذا. بيقولوا فيها جوة الصوفية هلا الصلاح. دي هو المطوية دي. والصوفية احباب رسول الله صلى الله وسلم. طيب اذا كان الصوفية احباب رسول الله. والصوفية هلا الصلاح. اتعامل جماعة انصار السنة ليشنو زاتو تاني? ليشنو? اذا كان الصوفية اعترفت لهم بانهم اهل الصلاح. مع عقايدهم الخربانة دي كلها. فشوف يا اخونا بارك الله فيك. انا لما اتكلم عن انصار السنة ما بتكلم عن عن كل فرد من الافراد وبعني اي فرد. ولو حكمت اي حكم حكم ده بيشمل اي فرد. لا ابدا. حكم ده حكم على قيادة وزعماء وتنظيم والناس اللي بيعتقدوا هذه العقيدة ويدينوا بها وهذه الدعوة. اما بعد ذاك قد يكون من افرادهم انسان بعيد ما يعرف شيء ومتمسك بما بما وجدوا من الدعوة القديمة عند المشيخ القدام ناس محمد حامد الفغي وشيخ حسون وشيخ محمد الحسن عبدالقادر وغيرهم من المشايخ الكبار الناس اللي كانوا على السنة وعلى الجادة ممكن يكون الليلة من افراد انصار السنة من اه يتأثر بالدعوة القديمة وزول على الجادة وزول على السنة وبيدعوا وما جايب خبر ذاته. لانا ما شانا مناطق بعيدة في ناس ما جايبين خبر بالجوطة دي يقول لا. ما عارفين يشي. زول بس الدكتر بالتوحيد دي وحفظه ابواب شغال بالابواب دي وبيدرج في الصوفية ومنشر في السنة. كلامي ما عندانا. فيمتني? وانت لو كنت من النوعية دي وبتمكر على الجماعة ديل علي حمد اللمين. وعلي عبدالكريم. وعلي عثمان. وكلهم شغبزيت في تعاونه مع السرورية. ما بجيب السرورية اذا انت اسا شغبزيت صح في التوحيد. الله يرحمه. كان عنده كلام في التوحيد وكزا. لكن انت اتكلم انا الجوانب التانية. الجوانب التانية من انه يصلي على وسامة بلدن. ويجي بعض الشيو يقول لك انا اه طبت من الصلاة على وسامة بلدن. طيب. يثني على وسامة بلدن. ويدل الناس. اه? اه? على عبدالح يوسف. ويشكر عبدالح يوسف في العلن. ويقبل في العلن. اه? ويدافع عنه. واولاده مع السرورية. اشياء زي ديتها ما فينها اي اخطاء. انت ممكن تجي تقول اي لا لا اشياء اشياء بسيطة ما في حاجة. وانت قال الدين ده شنو بسيطة. بسيطة كيف? فشوف يا اخونا. اني قضي مع ليش? ما نسمحت لك وما احترطت عليك لحد ما كملت كلامك. كويس? كويس? فيبقى. قال بعدك اه دين السرورية قال عندهم بعض الحاجات. قال ما بيقدر يطلعون ما بنقدر نطلعون من الاسلام. يا اخي نحن من قبيل ما بنتكلم عن موضوع طلعنا منو من الاسلام ولا دخلنا منو الاسلام. في ام تاني? نحن الصوفية بنقدر نطلعون كلو من الاسلام. خلز السرورية ولا الاخوان المسلمين ولا نصار السنة. كيف نطلعون من الاسلام احنا يا? يا الان لو سألتني قلت اللي الصوفية ديل كلهم برا الاسلام? هل بقدر اقول نعم? بقدر اقول الصوفية كفار كلهم? ما بقدر اقول كلام زي ده. في اخي ما تنصرف. الانصرافية ما كويسة. زول ما ينصرف عن الموضوع الاساسي. موضوعنا انو في ناس عندهم بدعوا ضلالات. زول يحزر منهم. في ناس مبتدعة. تكلمنا عنهم. في ناس عندهم اخطاء. زول يحزر. ما يتعلم عندهم. الى اخره. ده كل كلامنا احنا هنا. في دايرة زي دي. السرورية. ناس بيخرجها الحكام. والمن اجدات اقول لي حاجات بسيطة. النبي صلى عليه وسلم قال. قال الخوارج كلاب النار. كلاب النار. دي بسيطة? الامام محمد قال وصح هذا الحديث من عشرة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج كلام النار. ما بسيطة يا اخونا. ما تستهونة. علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. لما مات زعيم الخوارج ذو الثدية سجد لله سبحانه وتعالى شكرا. الخوارج دي ما حاجة سهلة. شغل فوزان قالوا هؤلاء خوارج الليلة شر من الخوارج الاوائل. خوارج الزمان اللي جات فيهم النصوص. يقتلون اهل الاسلام. ويدعون اهل الاوثان. قال لي انا ادركتهم لا اقتلنهم قتل عاد. ديل. خوارج الشغل فوزان قال الخوارج بتاعنا الليلة. اشد من الاوائل. فشوف ما تقول لي دي حاجات بسيطة. ودي امور سهلة. لا ابدا. دي امور خطيرة جدا. لا بد الناس يحذروا منا. وزي من منهجك دا انت حسب ان الشي سمعته الان. اخوانا ديل. شكلهم عندهم عليك ملاحظات تانية. لكن انا ما باخد بيها. انا باخد بشي اللي حصو. انت مضطرب يا اخونا في منهجك. ما قادر تحدد مواقفك ذات اشنو. كويس? تنبود تكون مواقفك واضحة. دا زول مبتدع نبعد منه. صوفي نبعد منه. في متى? دعوة التوحيد تكون دعوة واضحة. ما في حاجة يسي ما زول? كويس في التوحيد. لكن عنده بيجاي بيدع شوية نحنا ما نمشيه له. شان هو كويس في التوحيد. المنهج المسألة بتاعة التشكيلة دي شفتها? والموازنات ما بتنجح. انت بتاخد منهج على السنة منهج خالص. منهج صافي. ودي كلها حزبيات. كلها. هل الدين الاسلامي امرنا انه احنا تكون تابعين لشخص معين? سيبك من عندهم معاخز ولا ما اندهم. هل ربنا سبحانه وتعالى امرنا? نكون تابعين لشخص معين? طيب. فابقى. ابقى هم ديل هم ديل اساس انصار السنة. انت انت شكلك ما فاهم في حياة غايبة عنك. وانا ما داير اه افسد اللغاء بالتعليق عليه. عليه كلامك اللي انت بتعيد فيوه. فاشوف ديل قادة انصار السنة. انت ما غايد ليه. سالان لو جيت في المجتمع برا قلت لهم احمد والددر وشاب. قال محمد الامين اسماعيل ما انصار سنة. شانان انا عرفك اتا احمد والددر وشاب ذاتو. شان اعرفك انا للمجتمع برا. انو انت انت انكرت محمد الامين اسماعيل. وده زول نائب رئيس الجماعة. وانكرت اسماعيل عثمان وده رئيس الجماعة البي هناك. القوم التاني. شانان انا اغني عنات بانو انو انت انكرتهم. دي مسالة زاتة صعبة جدا. فياخي ديل هم قادة الجماعة اللي يمثلوها. طيب دا مسلها. فما ما دا نعيد الكلام هنا. ها? على شنو? ما خلاص يلا الافراد? حتى الافراد الاتبع عليهم. اي فردي من الافراد بوافق الجماعة ديل? خلي بالك معي. ما الناس اللي 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 انا ببريهم ديل الناس اللي ما عندهم ما عرفة بالموضوع دا كله. وما دخلوا معهم في الجوطة دي. او ما سمعوا بها اصلا هما. كويس? او ناس انكروا عليهم. انكروا عليهم وردوا عليهم في الاباطل بتاعتهم دي. معالش دا البريئين منهم. لكن زول معهم. طالع معهم في المؤتمر. ويرفع في الفيسبوك. فضيلة شيخنا اسماعيل عثمان. فضيلة شيخنا حمد الامير اسماعيل. والمؤتمر الاول والتاني. والمؤتمر التالت والتجمع. وزول معهم. فذي اذا معهم. اذا معهم. وابن تيميا ذكر قاعدة جميلة جدا في اختضاء الصراط المستقيم. قال ربنا قال. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ابن تيميا قال ومعلوم. ان اليهود لم يقولوا كلهم. عزير ابن الله. ما اي واحد من هم قال. قال لكن لما قالها بعضهم. ووافقوه عليها كانوا قائلين بها. كلهم بقال ربنا قال وقالت اليهود. فما يقول لك وقال ده بعض اليهود. لما كانوا كتلهم كلهم. في منهج واحد. فاني عندي لك نفس القائدة دي. انت الان. لما انت تضع عليه تنظيم معين. والتنظيم ده. كلهم شنو. ما عليك يا شيخ امين. كويس لو كانوا ناس كتلة مع بعض. وشيخ وزعيمهم قال كذا قال قولي معين. انا ما بجي بعد داك اقول الصفصل من الافراد. ما هم معو. يعني رأس العلم يقول لك قالت الجهمية. الجهمية تقالوا نفرين? شتة? الجهمية دي الكورجة كبيرة جدا. والعلماء يقول لك قالت الجهمية ما اي واحد منهم جمسك المايك. كلهم كده صف مع بعض. انا ما كلهم جو قالوا. الجهمية ده اللي عندهم زعيم. الجهم ابن صفوان. قال القول ده معاو كورجة. تابعي الليو. اه? خلاص دي تابعي الليو. قالت الجهمية. قالت المعتزلة. الستة. قديني ستة معتزلة. اه? ستة بس من المعتزلة. بتعارفون? ولا واحد ما بتعارفو. كويس. المعتزلة دي اللي ما يتكلم واتكلم واصل ابن عطال الغزال. زعيم المعتزلة. ده اللي يتكلم. اه? وقال منزلة بين المنزلتين. وقال الوعد والاخر. وصول المعتزلة. يتكلم واحد. لكن دي لك معلون. تابعي الليو. اذا معاو. بس ده نفسنا. كان ما وافقوا يبقوا زيك كده ده.